لطالما كانت الحكومة اللبنانية الحلية منذ تشكيلها تحت المجهر الأمريكي وهي الآن أكثر من أي وقت مضى أمام مفترق طرق وتحديات يبدو أنها ستكون جدية وليست سهلة هذه المرة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر وفي لقاء تلفزيوني توعد حكومة حسان دياب بعقوبات جديدة ستطال بالدرجة الأولى قوى سياسية داعمة للحكومة متحالفة مع ميليشيا حزب الله ومنهم نواب ووزراء حاليون وصابقون كما أن القوى المتحالفة مع حزب الله بينها أشخاص شاركوا في قتل مئات الألاف من السوريين بحسب شينكر إضافة إلى أن ميليشيا حزب الله هي جزء من حكومة حسان دياب وليست داعمة للإصلاحات المطلوبة من الحكومة شينكر أوضح أن الإدارة الأمريكية لا يكفيها أن تعلن حكومة دياب التشريع والإصلاحات التي وعدت بها بل عليها تنفيذها على أرض الواقع وعندئذ يمكننا أن نرى إمكانية دعم لبنان مع صندوق النقد الدولي كما أشار شينكر إلى أن الوضع الاقتصادي المترد الذي وصل إليه لبنان هو نتاج سنوات من الفساد والسوء الإدارة وتبعات الحرب في سوريا التي شارك فيها حزب الله الذي هو جزء من الحكومة الحالية وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي صرح في وقت ليس بالبعيد أن أي أموال ستقدم من صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية هي ليست مساعدات مجانية بل مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد الدولة على إيجاد عوائد مالية وتطيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة توني مزرعاني الحدث